لو لا دجلة والفرات لما كان هناك العراق طالما كانت الشرارة الأولى لمعظم حروب الأمم عبر التاريخ فحيث هناك مياه تكون الحياة على شاطئ الفرات قامت الحضارات الأولى وأقام السمريون مدنهم على ضفافه الوركاء وأور وأريدو وغيرها ورث البابليون الفرات من السمريين ليصبح من مقدساتهم ورمزا للرخاء والحياة يشفي الجسد والروح أما المجنون الذي لم يكن يترك على ضفافه قرية قائمة أكثر من عام سماه السمريون أديقنا وعرفه العراقيون دجلة كان يفيد ويثور وعندما ألفه الإنسان وسيطر عليه وصلت إليه الحضارات وبعد قرون طويلة بنى العباسيون على ضفافه بغداد فأصبحت نور العالم للعلم والمعرفة ميزو بوتاميا اسم أطلقه الإغريق على بلاد بين بوتاموس النهرين دجلة والفرات وأبحرت كلمات الشعراء العراقيين والعرب في مياهما منذ الجاهلية لأنهم أدركوا قيمتها الحاسمة أوجدت سمريون إنكي إلها للمياه العذبة والحكمة والسحر وبحكمة أحسنوا إدارة دجلة والفرات وقامت حضارتهم أكثر من ثلاثة آلاف سنة السمريون ذهبوا لكن العراقيين وهم في مطلع الألفية الثالثة أبناء النهرين يقولون إنهم عطشة لوعي وحكمة أجدادهم لينقضوا دجلة والفرات من حروب هذا الزمان ومن غدر الجيران حيث المنابع ليبقى العراق كما عرفه التاريخ أرض السواد أرض الزراعة والماء والخير مايحة تاحد العربية